اشتركوا في القناة وفي فقرته الأسبوعية إطلال عبد الوطن سيستضيف هذه المرة أديباً متعدد أديباً دوء الغاز سحرية أديباً فناناً مبدعاً في الحقيقة سنكتشفه في هذه الحلقة أعطى الكثير بغزارة وما زال يعطي رزقه الله الصحة والعافية في هذا البرنامج سترافقني زميلتي أوريا السماوي في دردشة إبداعية فنية خالصة تفضلي زميلتي شكراً سعبد العدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الكرام مرحباً بكم معنا في برنامج نافذة بعيون مهاجرة من نافذة تطل على حقل فسيح بأرض خصبة معطاء ونهر ماءه يقتات منه ويرتوي كل عابر سبيل متعقش للفن والأدب والشاعر نافذة إطلال على الوطن تطل بنا اليوم على ضيف من المعيار الثقيل إنه الأستاذ والأديب محمد مرزاق بحلقة عنوانها المبدع المتعدد الشاعر والكاتب محمد مرزاق من مواليد مدينة العرائش ناقد وقاصم وشاعر أستاذ بثانوية محمد بن عبد الله بالعرائش دارس للموسيقى الأكاديمية في المعهد الوطني للموسيقى سبع سنوات في السكسفون وخمس سنوات في الكلارونت بمدينة العرائش حاصل على المستر في النصر العربي القديم وهو في انتظار مناقشة الدكتوراه في موضوع تلقي البلاغة العربية بين الأفق الجمالي والأفق التداولي هو عضو في فرقة البلاغة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالسطوان وأضو أيضاً بجمعية القدس للتنمية والتضامن بالعرائش نشرت له عدة نصوص شعرية ومقالات نقدية بالجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية وشارك في عدة تظاهرات فنية وملتقيات شعرية قراءات نقدية لعدة أعمال أدبية صدر له ديوان شعري جميل بعنوان جنون الظل مرحباً بك سي محمد مزاق ضيفاً على برنامج نافذة بعيون مهاجرة أهلاً ربما هناك بعض المشاكل فيما يخص التواصل على مستوى الأنترنت أساقه هذا الجانب الجانب الثاني هو شكراً لنافذة بعيون مهاجرة شكراً لكم جميعاً لكل الأعضاء والعضوات الأعزاء والعزيزات الذين يصهرون على أن نطل من خلال هذه النافذة المزدوجة هي نافذة تطل على المغرب من خلال العيون المهاجرة وكذلك من خلال هذه النافذة نطل نحن في المغرب على مغاربتنا في المهجرة إذن هي نافذة مزدوجة نافذة تفيد وتستفيد وتجعلنا نعرف كما تجعل الآخر يعرفنا شكراً مرة أخرى لسي عبدالعلي على التقديم الجميل في الشخص البسيط المتواضع شكراً لك سيدتي على تقديم كذلك الجميل بهيس الحالم دافئ نرى الإشارة مرحباً سي محمد نعم سي محمد تعرفنا على محمد مرزاق الفنان من قبل مقالات وقصائد وإطراءات وأقول لكن محمد مرزاق الإنسان كيف كانت طفولته كيف نشأ تحدث عن محيطه الأساري الاجتماعي تكوينه الدراسي أنشطته ميولاته الفكرية والثقافية إذن هناك عدة أسئلة هناك دزيلة من الأسئلة وهي جميلة آه هي جميلة بطبيعة الحال ودافئة كما قلت طفولتي طفولة إنسان بسيط عادي من أسر متوسطة الحال لكنها كانت تنعم باللمة كانت تنعم بالمحبة والحب بين الأم والأب درج الأولى وهذا يمتد إلى الأبناء إذن هذه المرحلة هذه الطفولة يمكن تقسمها بالنسبة إلي إلى مرحلتين اتنتين مرحلة الدفء الأساري وهي مرحلة التي كنت فيها مشاغبا يعني كباقي الأقراني كسولة في المدرسة الانتذائية ولسيما في السنوات الأولى هذه مرحلة يعني كانت طيش وكانت شقاوة الأطفال هي التي تلف هذه المرحلة ولكن سيحدث حدث سوف يصدع الأسراء متمثل في طلاق طلاق ما بين الأب والأم حيث سيطلق الأب والأم من هنا ستنطلق مرحلة طفولية جديدة مرحلة فيها الانكسار فيها الحزن فيها الضجر فيها القلق فيها البحث عن الديت لطفل صغير لم يبرح بعد مرحلة طفولة هذه المرحلة كنت فيها في جنال الباشا بمدينة العرائش في جنال الباشا وأدرسه بانتدائية عقبة بن نافع الفهري وهي معروفة هذه المدرسة وما زالت الساعة هذا في منتصف السينيات أو في أواخر السينيات يعني كان هذا الطفل شغوفا وكان مليئا بالمحبة وبالشغل القفولي ولكن ما لابتا أن انكسر هذا الخط فانقلبت حياته رأسنا على عقب حيث صار وهو طفل يفكر تفكر الكبار من أجل أن يبحث عن ذاته وأن يصلح مع وجه في الأسرة وهذا ما دفعني لكي أعمل وأنا دون حادية عشرة سنة من عمري إذن هنا دخلت إلى مجالات مجال العمل مجال الحرف والمهن حيث أنني في هذه المرحلة اشتغلت في كثير من المهن من أجل القوت اليومي ومن أجل البحث عن الذات ومن أجل أن أكون رجل وأنا ما زلت طفلا حتى أظهر بصورة الرجل عند العائلة العائلة المكونة من والدتي وأختي وأخي صغر إذن في هذه المرحلة هناك اهتزاز زلزل وقع في العائلة كان له الأثر سلبي في جوانب نفسية ولكن كان له الأثر الإيجابي في الجوانب الجماعية حيث أنني قفزت على أقراني من أجل أن أتعرف على عالم الكبار هذا ما يسيم هذه المرحلة هي مرحلة الطفولة مرحلة الاتذائية التي كانت مرحلة فيها الكاسل ولكن الأسرة فيها دف مرحلة ثانية ولم أنا البعد شهد الاتذائية مرحلة فيها القصار ولكن فيها العمل فيها الاجتهاد هنا أيضاً كانت علاقتي بالكتابة بالقراءة تختلف لأنني حينما جربت العمل وجربت تعاب والشقاء والكد والجد والعمل عند يعني الذين يحبون ولا يحبون فأتأكد لي على أن ليس هناك مفرء للقراءة وأن هذا المصار مصار القراءة أو الكتابة مصار التعليم بصفة عامة أن أتمم دراستي وأن أكون مشاهداً هو ما يمكنه أن يبعدني عن عالم متغول عالم كبير وشارس تعرفت عليه منذ حداثة أظافري هذه كانت كان لها وقع كبير على المستوى النفسي وما زلت أرعانه من واحد الساعة يعني هناك طفل صغير داخلي يتألم يحس بما يعني ما كان يجب عليه أن يعيشت اللحظات المنكسرة والمنهزمة في حياته وما زال يتقلعه إلى عوالم جميلة إلى الحب وإلى الحنان وإلى آخره إذن هذا هو الذي كان يسيم مرحلة البتدائي كانت مرحلة صعبة نعم تفضل سيمو حمد هذه المرحلة طبعاً لمرة منها كيف سأقول لك سيمو حمد مرزق يعني إنسان بمعنى الكلمة عاقل رجل في سورة الطيفل وبالتالي أنه رسم ما صاره بيده ويعني تشبت بمبدأ الأمل بمبدأ القراءة أو الدراسة وأنه إن شاء الله سوف يصل في المستقبل بخلاف يعني مقارنة مع أطفال آخرين أنهم نفس وضعية اللي كنت أنت تعيشها يعني ربما أطفال تشردوا وخرجوا من المدارس ويعني هناك حكايات مؤلمة من خلال تفتت الأسر اللي كيقع فجأة فأنا يعني صراحة يعني لم أجد كلمة وأنا أقرأ سيرة تكسيم محمد وهذه السيرة لا بد أن تدرس هذه السيرة لا بد أن تخرج السيرة صراحة لأنها فيها عبر عبر للجميع إذن سؤالي لمحمد ما هو الفرق بين أطفال في نفس الوضعية تشردوا وخرجوا للشارع وتمزقوا وسيم محمد الرجل الطفل الذي رسم مستقبله بيده أعتقد أو أكيد أن الفرق بينهما شاسع ورحم وكبير هنا يجب على الطفل الرجل على الطفل الرجل أن يدرك هذا حتى وإن لم يكن في العائلة من يستطيع أن يوجهه فالموجه الوحيد هو الأب الذي يكبرني فقد ذهب إلى عائلة أخرى وابتناله بيت آخر وأسرة أخرى إذن الوحدة والتأمل والرغبة في التحدي الرغبة في أن أتحدى وضعية صعبة لماذا؟ لأن أن أميل إلى الموبقات وإلى التدخين وإلى 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 هذا عالم سهل هذه مسألة بسيطة جداً أي واحد يمكن أن يقوم بها ولكن كما قلت سابقاً لأنني كنت أعتقدني رجلاً لدي عائلة وأم على رأس هذه العائلة التي تبكي في كل لحظة إذن كان يجب علي أن أدخل عليها البسمة وكنت أخشى أن أسجن إذا ما ذهبت إلى إذا ما ارتكبت بعض الحمقات أو ارتكبت بعض الجنايات فهذه الأم التي لها أمل في أن يكبر هذا الطفل وأن يكون سنداً لها قد يصاب بآفة أو بيعاها سوف تجعله يغيب في أسون الزمن وفي مخابئة للسجون إذن كان هذا أيضاً يدفعني لكي لا أميل إلى هذه الجوانب الخبيطة مما جعلني وأنا في حدثة سن أدخل إلى المعهد وطني للموسيقى وأدرس الموسيقى في البداية لم أتلمت كل موسيقى تستهويني من أجل أن أعزفها وأن أتم التعابيع وإنما أن أفتحها بوابة جديدة من أجل استرزاق ولذلك ستجدونني والعرائشيون يعني الذين هم في سنة يعرفون هذا أنني اشتغلت في لابنضا فضلت في لابنضا مع أبوخي الله يرحمه يعني اشتغلت في عدة فرق صغيرة اشتغلت في جوق صامر الذي أسسه بمعيات مجموعة من الزملاء وطبع الحال الموسيقى تبعيد الإنسان الموسيقى والرياضة يبعيد الأطفال عن ارتكاب بعض الحماقات إذن الطفل لكي نجيب على السؤال هناك فرق كبير ما بين طفل أب وطفل طفل الطفل الأب أو الطفل الرجل هو الذي يستطيع أن يرسم له خريطة طريق من أجل أن يصل إلى أهدافها والطفل والطفل قد تجده يعبته وتعبته به الظروف وابتالي ينهار وتقدف به الحالات الصعبة إلى إلى ما لا يمكن أن نتمنى لكل طفل ولكن إذا سمحته في هذه جزئية تبط حول الطفل يجب على الأسر أن تحمي أطفالها يجب على الأسر أن تحمي أطفالها أن تخفي عنهم مشاكلها وأن تجعل الطفل يعني هو المستقبل فإذا كنت قد يعني خرجت من شبكة الأيام المركبة فهذا لا يعني أن الآخرين قد استطاعوا أن يفعلوا هذا ولذلك وجب على الأسر الآن من خلال هذا البرنامج من خلال هذه النافذة الجميلة أن تعتني الأسر بأطفالها وأن تهتم بهم وأن تواكب تطورهم الفكري والعمري والجسدي والمادي وإلى آخره نعم نعم طبعا يمكن قول على الأسرة أن تجعل هناك بيئة سليمة لنمو أطفالهم وترارعهم وطبعا عيشهم حياة هنئة نقطة سي محمد مزق رغم أنك قلت أنك عيشت حياة طفولة صعبة فيها ميحة وفيها صعوبات إلا أنك في أحد مقالاتك ذكرت عن محيطك الاجتماعي أنا ابن حي القبيبات ذكرت ذلك المحيط بشرف وحب نعم نصفا جميلا نعم لديك انتباء جميل عن محيطك الاجتماعي نعم القبيبات تفضل السمحة من الأسف الصوت يتقطع ولكن مع ذلك أستطيع أن ألملي ما ما يمكن أن أفهمه من بعض الكلمات التي قالتها الأخت وهو أن القبيبات القبيبات تنحط في أعماقي أثرا جميلة جدا لأن الذي وقع في طفولتي وقع لم يقع في القبيبات وقع في جن الباشا وقع في جن الباشا حينما كنت جن الباشا يعني مع الأم والأب ولكن الأم بسكينة البسيطة لما طلقها والدي كان لها أن تبحث عن طريقة لاسترجاعها وهذا هنا سوف أقول كلاما ربما بالغ الأهمية كانت تبحث عن طريقة لاسترجاع زوجها من أجل أن تحافظ على أركان بيتها مما دفعها ذات مرة إلى استعمال الشعواذة وكان ذلك في أيام عشرة ونحن نعرف أن عشرة لها تقصها المتمتل أساسا في تلك الشعالة التي نقيمها ويقيمها أبناء الحي وكنت أيضا ضمن أبناء الحي الذين يقيمون هذه الشعائر فأعطتني أمي رزمة لست أدري ما بداخلها لكي ألقي بها في نار شعالة فرآني الكثيرون وأنا ألقي بها وتهاتفوا فيما بينهم وتصايحوا على أن فلان ألقى بحزمة من الشعواذة ولكن أصدقاء المقربين مني الذين كانوا يعرفون همومي ويعرفون الكسارتي حموني من الكلام من القال والقيل ولكن ذلك لم يمنع من كسار شيء في أعماق الطيطر هنا انكسر شيء قوي وصلب في داخل الطفل مما جعلني لا أبرح البيت خجلا من أصدقاء الذين يساندونني وبعد ذلك كلا لا بد أن ننتقل من المكان الذي يعرفون أنني ألقيت فيه تلك الرسمة إلى مكان آخر لا يعرفون فيه أحد وهذا ما جعلنا ننتقل إلى الكبيبات الكبيبات بعيون أخرى طفل منكسر منذ البداية يبحثوا عن عالم ولكن وجدت أطفال يشبهونني يشبهون ملامحي يشبهون تاريخي فكثير من أطفال الكبيبات في تلك المرحلة إما الأب الأب ميت وإما الأب مرض وإما الأب غير موجود وإما 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 ودخلت أنا داخل الإماءات دخلت داخل تلك السلسلة فكان لابد أن أستحضر الدافئ المترهل دافئ ولكنه مترهل مترهل لأن الأسر كلها تتشكى وتتشضى لواقع ممزق ولكن الحي دافئ لأنني أجد ملامحي في كل وجوه الأطفال الذين يشبهونني ويتقاسمون معي تلك العموم نعم نعم سي محمد يعني كلامك يعني في الحقيقة يجعلنا يؤثر فينا صراحة يعني كلام خارج من القلب ومن الصميم وجوهر الروح سي محمد سننتقل بك إلى ما بعد الابتداء وإلى مراحل التكوين وتكوين الشخصية وميولات سي محمد في الإعدادي والذانوي مرحلة ما بعد الإعدادي هي أولا وحد المناسبة بسيطة جدا أو وحد ملاحظة بسيطة جدا وهو أنني طلعت على الكتابة قبل القراءة أنا حينما كنت تلميذ يعني كنت كباقي أصدقائي ولكن عالم الكتابة عالم الكتابة الرواية والقصة والشعب طلعت عليه قبل أن أطلع على آلم القراءة كيف ذلك هو كما كيقول لهم كيضحك كان لدي صديق وأنا في الخامسة ابتداعي قسم الخامس جاءني برسالة ذاتا مرة أنا في ابتداعي أدرس جاءني برسالة وقال لي إحداه بعتت لك برسالة أنا لم لا يملأني هذا الهروس خاصة في هذه المرحلة لا أعرف قرأت الرسالة لم أفهم كثير منها بعد يوم جاءني صديقي وقال لي هاين هي أنا والجواب قلت أي جواب قال لي الجواب الذي كتبته لك فلانا من أجل أن جاوب رسالة فلانا طيب قلت له لماذا سأجيبها هو كان أذكى مني وكان يعرف في هذه المغامرة أكثر مني فقال لي يجيب عليك أن تفعل كذا وأن تجيب وإلى آخره هنا سأكتشف الكتاب فدخل الموضوع في دهني بشكل يعني أكثر مني قبل وباعتبار أني كنت لأن الابتدائي كنت فيه في جنال البجرة نزلت إلى المدينة واشتريت كتاب كيف تكتب رسائل غرامية في ثلاثة أيام هذا الكتاب معروف معروف فالكتاب يعني فشريته بثلاثة دراهن على تشكل هذا وأخذت رسالة من تلك الرسائل المكتوبة وكتبتها وبعدت بها أعطيته لصديقي وصديقي أعطاها لصديقاته التي هي صديقتها على العمو فانظهرت الأخت بذلك الأسلوب فأخبرت صديقتها التي أخبرت صديقي وقال لي كيف أنت تكتب بهذه الفصحة وبهذه البلاغة منتكتب بأنك بصيت في لغتك أنا لا أريد أن أظهر لا أريد أن أكون من الأوائل فقط ولكن في الكتابة ستجدوني طلب مني أن أكتب له أيضا رسالة إذن بدأت أكتب لنفسي رسائل ولا أكتب له وهو في نفس الوقت قالها لزملاء آخرين فبدأت أكتب رسائل يعني خمسة ستة رسائل في النهار منتها الكتاب الكتاب منتها إذن كتاب آخر كتاب آخر من كتاب آخر أعرفت بأن العم بقي طويل وبالتالي يجب علي أن أعتمد على نفسي هنا سوف أرتمي بين أحضان جبران خالي الجبران وبين المنفلوطي مصطفى لطفي المنفلوطي فقرأت جبران خالي الجبران تقريبا ما عدا النبي هو اللي كان بقالي في ذلك المرحلة دي اللي بتدائي وبدأت أسرق منه الأسطور والكلمات والعبارات وإلى آخره إذن هذا كان على مستوى الكتاب التي اكتشفتها أو ذهبت إلى الكتابة قبل القراءة أو القراءة جاءت بعد انتهجت من الكتابين أو من الكتابين أي سنة هذه أستي محمد في أي سنة هذا ما سيكون في التك Find you 71 1971 71 71 بالنسبة للإعدادي حينما انتقلت إلى الإعدادي وهذه الكتابة قد أفادتني لما انتقلت إلى الإعدادي كنت أحتلوا المرتبة الأولى في اللغة العربية خاصة إذن نفعتني كثيرا تلك الكتابات التي كنت أقرأوها سواء على مستوى جبران خليج جبران أو المنفى الوطيع أو حتى الكتابات كيف تكتب رسائل غرامية محمد دون أن أنسى يعني الله يخليك مرحلة إعدادي ومرحلة الابتدائي هنا دائما أشير إلى أطر تدريس لأطره في شخصية محمد في الإعدادي واحد على الأقل واحد في الإعدادي واحد في الابتدائي في الابتدائي كان سيل مجدوبي رابقي حي الله يرحمونه استعاله هذا كان كل معلمين الفقراء الذين كانوا يذكرون بفقرنا وبآلامنا وبمعاناتنا وكانوا يتجهوا إلي خاصة لأنه كان يعرفوا ظروفي يعني كان كلامه حول يعني عامة التلاميذ ولكن كانت عيناه يعني تنصبني علي لأنه كأنه كان يريد أن يقول لي أنا أتجه إليك أنت دون أن أقول لك أنت هذا في الابتدائي في الإعدادي هناك يعني كثير من الأساتذة صراحة ولكن في مقدمتهم أستاذة المرحومة ملك الشيب هذه الأستاذة كان لها كان لها سيت كبير في مدينة العرائش في مرحلة السبعينيات وبداية السمانينيات في مدينة العرائش ولها فضل كبير علي يعني أنها كانت تأخذني إلى بيتها مع زوجها وعائلتها وتعطيني قد قرأت كثيراً قد تعرفت على مصطفى محمود من خلال مكتبتها تعرفت على نجيب محفوظ تعرفت على مجموعة من الكتاب ومن النقات من مكتبتها هذه المرحلة تجمع ما بين الدراسة في تجيرية في تانويات مولامو حدنا عبدالله لأن كلفة الإعدادية والتانوي وأنا درست هناك وفي نفس الوقت كنت أعمل كنت أعمل بناء لأن بنية الجسدية قد صارت قوية مقارنة معي وأن طفل إذن بدأت أعمل بناء في لبني خدمت في لبني خدمت في يعني دافع على الكارو وماطيشة والبطاطة وخزة واللتشين وكذا وكن بيع في السوق كذلك خدمت كن بيع كل حاجة وكن شري كل حاجة وخدمت نادل يعني عامل نادل في المقاهي والمطاعم قبل ذلك أشغلت أجل الأواني كنغسل القشوع وإلى آخره يعني بعد ذلك حينما يعني كبرت كذلك أشغلت في سدين يعرفه العرائشيون وهو سد سيدنبارك سيدنبارك الذي يقع الشمال الشرق مدينة العرائش أشغلت فيه يعني مترين أو ثلاثة أمتار تحت الأرض وأنا أحمل طالر وبيكو وضرب الغيس على قلبه تقريبا كنت تجد ثلاثة متر ونص يعني هذا عمله وكأنه عمل المسجونين شاق جسديا نفسيا العمل المادي مش موعد المعويقات رأى سهلة باللسان أما بالفعل رأى صعباء أنا تذكروني وهذا الشاق التاني أنا مني كنت في إعداد الحسن التاني كان معايا شاب وكان يعني إنسان عصامي مثله وكان مني كيسلم عليها سي محمد يدو كنحس بيها كاملة مشقوقة وكاملة يعني قاسعة يعني وانا يدي دي القلم تعرف يدي القلم حلي بعيك يضغط لي عليه دي كنحس بالفرق بيني وبينه كنقول سبحان الله ذيك الإحساس الغريب النفسي نعم هناك ترجعنين واحد واحد الأيام نعم ذي الوحد طالب يعني صراحة هذه مسألة تقلغي باللسان نعم يدي أيضا كانت يدي أيضا كانت مثل صديقك في تلك المرحلة وأكثر من ذلك أنني في الإعداد كنت أقدم دروسا كنت أقدم دروسا دعم لتلاميذ الابتدائي فين في كليته تصور أنني أشغله يعني أدرسه في تجيرية ثانوية محمد وعبد الله وفي السادسة أخصني في السادسة وربع نكون أنا مع ذلك تلامت اللي كان قرر وذلك الابتدائي هدف تحضيري هذا في الأول هذا في الثاني هذا في الثاني هذا في الثاني هذا في الثاني وحتى ستولى لماذا الرباح للوطن حيث نريد أني معالي كالسبعان نكون في المعهد الوطني الموسيقى نريد أن نكون في المعهد إذا نقرأهم نقرأ أنا من جسل ثانوية ونمشي من ثانوية نقرأ تلامت صغارين ونجي معنا تلامت صغارين من المعهد الوطني الموسيقى باش نخرج تسعود الله هذا وعد نوصل إلى الضر بمعنى هذا الطفل خرج من الضر يلم على الوحدة ونص ورجعت الله عشرة للعض رجع هذه المرحلة كانت صعبة ولكن كنت أدبرها لأنه لم يكن لدي مخرج آخر أدركت من خلال العمل أن الحياة إما أن تدارها وأن تلاعبها وأن تنظر من أين يأكل كتفها كما يقول الأمثال العربي أو سوف ينجر الإنسان في المهوي وسوف يخسر نفسه ويخسر عائلته ويخسر كل ما بنعه إذا لذلك كنت أدرسه في الموسيقى وأدرسه تلميذ في التدائي وأدرسه في الإعدادين وفي نفس الوقت في الأيام والعطل لم تكن لديه عطل لم تكن لديه عطل يعني حتى في صنع لأحد بعض الأحيان كنت أشتغير يعني كما نغسل قشع في قوى أو في مطعام أو نبيع شي حاجة كما نبيعها في كارون أو كما نقري كما نقري الكاروس في نواحي دي المعذر تقفى كما نسمى الكاروس كما نأخذهم بثلاثة دراهم وكما نقري بخمسة دراهم المهم أن أشتغل في العشية أنني ندخل وندخل معي المصروف والدار هذا هو اللي كان ولكن في كل هذه الأعمال في غمرة هذه الأعمال كانت الدراسة هي عند الأولوية لماذا لأنني كنت أرى فيها طوق النجاة هناك نقول بأن هذه اللي ما تخلي شيش مية يعني لذلك الوقت إذن كان لابد لي أن أدرس وأن أتعلم جيدا وأن يكون مستوى يعني مناسب لمستوياتي في تلك المرحلة نعم بأن هذه المرحلة الإعدادة كانت مرحلة داخمة نعم تفضلي نعم سي محمد ربما نقول هذه ربما ضرة النافعة ربما الصعوبة التي أشتهى المواقف التي عايشتها جعلت منك إنسان مسؤولا وربما هي التي صنعت ذلك الأعمال التي نقوم بها وانشغالة والمسؤولية التي تسمعنا وتجعل منا إنسانا ناجحا دائما أقول ليس هناك فشل ليس هناك كلمة فشل الإنسان الذي يعيش الصعوبات فهي أول طريق للنجاح وربما هنا أقول هل تعتبرها الآن أنها هي الطريق الأول الذي انقاذ بك إلى إلى محمد مزاق الفنان المبدأ الناجح أكيد أكيد أن هذا المحفزات هذه مدرسة هي مدرسة الحياة ولكن مدرسة الحياة كل ينظر إليها من زاوية من زاوية نشآته وتنشآته أنا بالنسبة إلي كل ما مر علي من هذه الأهوال ومن هذه المصائب ومن هذه الضوطات والإكرهات كانت مدرسة كانت مدارس متعددة لذلك أجدني الآن وأنا أبلغ سلامي بالسلام السلطان اللي هو الصديق كان لقبه بسلطان الزجال اللي هو أعطني هذا اللقب بالمبدع المتعدد يعني حتى الآن وقبل الآن أنا أصنع أشيائي بنفسي يعني سيارتي أصلحها بنفسي ليس هنا فقط حينما أخرج إلى إسبانيا وفرنسا بسيارتي حينما يقع فيها عطب أصلحها بنفسي جانب كهرباء والماء والزلج وكل ذلك أصنعه لنفسي يعني كان قم ذاك شراسي هذه مدرسة يعني أنا خريج مدرسة الحياة قبل من مدرسة ديال الكلية ومدرسة ديال التانوي ومدرسة ديال الجامعة وإلى آخره هذه مدرسة أكاديمية جميلة ولكن مدرسة الحياة مدرسة صعبة مدرسة قاسية ومع ذلك استطعت الحمد لله أن أخذ شهادتي منها وهي أنني مازلت حتى يعني قويا حتى السن الذي الآن يعني وصلت أنا ستيني الآن ومع ذلك مازلت أحس في أعماقي أنني ثلاثين أو أربعين ثقيبي أنني أحس هكذا العمر ديالي الآن ستين سنة ولكن أنا أحس أنني ثلاثين أو أربعين هكذا أحس وكأنني أحس على أنه يجب أن أقوم بأشياء منذ البداية هذه مدرسة الحياة مدرسة الحياة تجعلك صلبا وقويا ولا تعباه للأشياء البسيطة لماذا لأن بدليل في ألفين وسبعتاش أصبت بمرض سرطان سرطان دم سرطان دم فيعني استقبلته كما استقبله شخصا لا أحبه ولكن أنا أداره فيعني لم ينال مني ما كان يجب أن يناله أنني سأحيا وبالتالي هذه المدرسة التي درست فيها مدرسة الحياة كلها سرطانة هكذا كنت أنظره حينما ابتلت بسرطان دم قلت مع نفسي هذا سرطان واحد من السرطانات الكتر التي لقيتها في حياتي وتغلبت عليه وسوف أتغلب على هذا سرطان بدت شيميو في 2017 شهر 11 وفي 2018 شهر 4 انتهيت من جميع حلقات وجلسة شيميو وخرج الحمد لله ناجين و بكل خير هذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن فضل هذه العزيمة العزيمة التي أقول فيها أنا الآن يظهر علي شيئ من الذبل على اعتبر أنني دبقوا عاني من كورونا أنا الآن مريض بكورونا ولكن هل أنت نال مني أنا أعرف هل أنت نال مني من كورونا الشنوية محمد وهو يعني نرتاح معك مباشرة إلى الجامعة واذكر لي واحد الأستاذ الذي أضطر في سيم محمد في مرحلة تاناوي وكذلك كيف تعامل ذلك مع المحيط ومع الرفقة يعني ناس محمد ما كاش عنده الوقت يعني الوقت مع العمال يعني كيف كان هاد مسألة كيف كنت كتبار الأمور مع الرفاق تفضل الله يبرك فيك تاناوي سوف أولا في الإعدادي حيث الإعدادي اللي قرأت فيها هي التاناوي اللي قرأت فيها هي تجيرية تجيرية كانت إعدادي وتاناوي أنا ما زال عندي سنة ثالثة كانت سنة الأول والثانية والرابعة في إعداد سنة في إعدادي وتلس في تاناوي فإن الله عملت بحكم أنني أعزف على آلة ساكسوفون وبحكم أنني عملت المسرح وتعلمت شوي عملت المسرح في ابتدائي لأن صوتي كان قد أصبح جوهريا وغليظا لذلك بدأ المعلمون يوظفون نكا عن صارك عمر بن الخطاب إلى آخر هذا كله أفاداني لمطعة الإعدادي وجدت نفسي مساعدا ف وأنا في إعدادي ترأص اللجنة ثقافية في تاناوي مولي محمد بن عبد الله في الوقت اللي كانوا طالبة الموت لامة السيزيام والسيزيام والبكالوريا وكانوا علاش لأنني كنمثل وكانكتب بعض الأشعار اللي بقنا عندي حتى الساعة وكانعمل نصوص مسرحية كانت تأليفا وإخراجا وندير للموسيقى التصويرية وعلى العازف إذن كل هذه المعطيات ساعدتني لكي يظهر اسم محمد مرزاق في التاناوي وهو بقي في الإعدادي في التاناوي كانت تقريبا أساسنا كلهم يعرفون لأنني كنا نعمل واحد احتفاء اللي كيتسمي بأبو المئة أبو المئة هذا كان كيبقى مئة يوم على البكالورية فكناك نحتفلوا به وكنت دائما كتكون عندي يعني قطع مسرحية كنقدمها بالإضافة إلى معزوفات موسيقية عبد الحاليم وإلى آخرين في المرحلة هذه صراحة هناك أسدا كوتور الله يذكرهم بالخير هما كاملين وقفوا معي كاملين كانوا بجنبي كانوا كشجعوني ولكنني أيضا كنت من الصفوة صراحة في الأدب في كل شيء في الأدب في المواد الأدبية كنت من الصفوة يعني من الفئة الأولى الفئة الأولى وهذا ما أنتج عنه الحمد لله في سنة الأولى أخذت البكالورية وكانت المرحلة تنوي هي مرحلة يعني جد كتاب يعني أشعار كنت كان عمان أشعار لأنه كان عند نوحة الأستاذ الله يذكره الله يرحمه صد فلسطيني خليل عطاونا يعرفه كثير من العرائشين خليل عطاونا هذا كان فلسطيني كانوا يدرسون الجماعية وكان يكتبوا قصائد شعرية مدحية في تلك المرحلة وبدأت أقلده كما بدأت أنا والصديق اللي توفي رحمة الله عليه اللي هو أبسلم نبقى لي رهب كيعرفوه شعرا هذا المرحلة هذه بدأت فيها الكتابة الشعرية عندي التي لم تظهر يعني عند الكثيرين ولكن ما زالت مخطوطات عندي في المرحلة هذه بالنسبة للأساس إذن الذين يعني كانت لي معهم في المرحلة هذه بالضبط وحد التماس بيني وبينهم وفضلهم علي لا يمكن أن أنساه الشاب حسن هذا أستاذي للشماعية كذلك أستاذ فلسفة السيح بده الروف كذلك في اللغة العربية في سنة البكالوريا أستاذي العزيز الغزال اللي هو سيد مصطفى العباب سيد مصطفى العباب هذا أستاذي وله علي الفضل كبير في البكالوريا ولسيما في اللغة العربية من حيث تحليل النصوص والمنهجية والطرس وإلى آخره ففضله وفضلهم هم كلهم لا يمكنه أن ينسى فلهم مني كل شكر وكل جزاء ومهما شكرت ومهما طلبت لهم الله سبحانه وتعالى فإنهم أكثر من ذلك بكتها نعم هذه المرحلة كانت تمتاز برؤية قد توضحت على أن هذا الطفل سوف يذهب في الأدب وبالتالي بدأت أزاول الكتابة والحياة أيضا بدأت تظهر على أنها ستكون أفضل مما كانت عليهم من ذقاب هذه المرحلة شوي فيها شويش ديال 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 والنور وشوي ديال أمال وشوي ديال محبا وشوي نعم ديال ديال بس أنا حدي هنا ظروف ديالي ما كتسمحش واثين نعمل تعليم فقط ونعمل واحد الوظيفة معينة واثين نوقف هنا باركة عليا شني كان طموح ديال سيم محمد وتفكير دياله في ديكل لحظة وشاب وقوي وأنه ربما كان تعب يعني أنه مر واحد الفترة ديال تعب كبير لبقى كيف كارك مرحلة ديال راحة الله يبرك فيك الجواب على هاد التساؤل ديالك يرجعني الابتدائي ما زلت وقت تذكار السعب العلي آخر يوم ووالدي يهدد والدتي قائلا لها هادا غدي خرج شفار وغيره على خي الصغير وهادا غدي خرج حمل عليا أنا يعني هادا حمل هو أنا وخي الصغير غي خرج الشفار على العمم فهادك الكلان ديال الأب ديالي بقى راسخ الدين ديالي فلما انتقلت من تانوي إلى الجامعة مثل باسبور كنت ديك ساعة فرنسا بلا فيزا والأخت ديالي كانت مشات لفرنسا أخت ديالي توأم هي واحد الأخت ديالي أخرى مشات لفرنسا في شيء 82 بحلقتك ونا في الكلية غدي نكون في شيء 84-85 ما نكون في الكلية فعملت الباسبور وعملت فيزا ومشيت لفرنسا ومشيت لباريز ومشيت للمدن كثيرة وهذه المرحلة هذه رمشية الآن يعني مستبغرة تقول أنا جيت وأبواب أمال مفتوحة والعمل موجود وإلى آخر ولكن ظلت إشارة إشارة الوالدة الله يسمح له ويغفر له ظلت ساكنة في دماغي على أنني يجب أن أتبت له على أن هذه المرأة الضعيفة المقهورة استطاعت أن تنجيبها طفلان واستطاعت أن يكون هذا الطفل قويا وقادرا وموظفان ويستطيع أن يكون له اسم بشكل من الأشكال فعدت من فرنسا لما انتهت العطلة الصيفية عدت من فرنسا وتابعت دراستي في الكلية التي استمرت أربع سنوات بالنجاح كاملة نجاح بل أكثر من ذلك أنا عندي سنة ثالثة وعملت سبائر فلما عملت سبائر وأنا عندي سنة ثالثة أنا في السبائر أنا مدرسة تكوين الأساتيدة في نفس الوقت رجعت المينة في ديليل الكلية واخديت لليسانس وفي نفس الوقت وشاهدت مركز تكوين الأساتيدة في نفس السنة يعني سنتين في سنة وحد أخدم سوم يعني اللي بغيت نقصد لك هو أنني عدت من فرنسا إلى المغرب من أجل أن أثبت أنني لم تهزمني الأيام ولا شوكة الأيام استطاعت أن تقهرني لذلك كان عندي هذه استراتيجية هذه استراتيجية لما تعينت في سنة الأول وأنا كنت بحري أنا خدام بحري أنا أصلا بحري كنت بحري ما عرفتش الورق ديليل ديليل المحروش غير يبانو في ورق ولا ما يبانو شي هذا هو هذا هو بش يكون بش يدخل للمرصة في ديكل المرحلة بش يدخل للمرصة في ديكل المرحلة كنت تكون عندك هذا 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 بطاقة المورور إلى الميناء بطاقة المورور إلى الميناء الوثيقة الوثيقة ما زال جديدة سيمو حمد جديدة آه نعم تقفض على العاجة آه ولكن تاريخ هذا هناك يكون تركب هذا بحري آه بحري بحري آه بحري إذن كان لابد هذا المعهد الوطني للموسيقى أنا من الأوائل الذين درسوا في المعهد الوطني الموسيقى الرقم ديالي هذي شفت ثمانية وتسعين ثمانية وتسعين تسعود وسبعين الرقم ديالي هو أربعمية وواحد واربعين وهذا وهذا إذن آه قلت أنني عدت لتعليم ولكن لما كنت بحري محارا باللغة الفصحة فلكنت يعني كانت الكنزة ديالي والشهر ديالي كانت يكون مزيان فوليت أستاذ سلك الأول مني رجعت أستاذ سلك الأول في سبعة وثمانين ثبنية وثمانين إلى آخره غادي يعطيونا في شهر مئة وخمسة وثمانين الفرنج مئة وخمسة وثمانين الفرنج مئة وخمسة وثمانين الفرنج وتكرر بحفة بحرنا خمسة عشر يوم عشر إيام ف مرة ثانية سوف أفكير في الهجرة إلى فرنسا وبالفعل فكرت في الهجرة إلى فرنسا شغلت سنة واحدة في الإعداد وقلت إن الموسم في جرس المقبل سوف أذهب إلى فرنسا ولن أعود كانت فرنسا أنا ذاك بلا فيزا بلا والول بسبر لكن ما وقعه مقادر الله سبحانه وتعالى وأقداره وخططه هي أهم من خطط إنسان يلا قلت أنني سأذهب حتى الرس لعن شهر ١٢ ندي ذاك النصي بدير شهر ١٩ ١١ ١١ ١١ صفر به فإنما دخلت شهر ١٠ ١١ ١٦ ١٠ لما جاء شهر ١٠ إذن أعلنت الوزارة عن مبارا لساتدة الأول المرسمين لكي يمتحنوا وإذا نجحا في الكتابي والشفاوي يمثنوا أن يصير أستاذ الثاني فنفعته أوراقي أو ملفين نفن والله وفقني في الكتاب وفي الشفاوي وقوبلت في المدرسة العلية الأسدى التي قضيت بها سنتين ونسي أمر فرنسا حيث أنني أعوذ إليها بين الفنة والأخرى زائرا مسافرا بسيارته بعائلته إلى آخر نعم غير هو في الكلية إذا سمحت أستاذ عبد العليم في الكلية غتبان موهيبة دي الأستاذ مرزاق غتبان بحيث أن كان مجموعة من الأستاذ يحتضنون هناك من خلال العروض التي كنت أقدمها من خلال البحوث التي كنت أقدمها حتى أن استطعت أن أعقد علاقات صداقة مع أستاذ الذين ما زالت علاقتي معهم حتى الساعة ويمكن نذكر هنا واحد الاسم واحد الأستاذ وهو السم محمد الأمين المؤد هذا علامة في المغرب نعطي قيمة وليه قيمته بطبيعة الحال على المحاضرة والأشياء التي خرجها هذا الأستاذ كان يؤمن به هو الذي عملت مع أطروح هذه الإجازة وبعد ذلك سنتقل ونمشي نخدم لأن الكلية لما سالتها سالت سنة الرابعة بالبحث ديالي خدمت في السلك الثاني في مدينة مشارعة بالقصيرة في تانوية الأمير مولاي رشيد وهذه المدينة الجميلة أيضا وجدت فيها أناسا طيبين جدا لعلى مستوى ساكنة الذين كانوا يحترمون وقابلوا احترامهم باحترام ولا على مستوى التلاميذ والمتعلمين والأباء والإدارة والأساس الذين ما زالت تربطون بهم والعلاقة طيبة لحتسعة يعني بالقصيري واحد الجمالية تسكن خاطر يعني كلما هسبي الوجد لشبابي أتذكر فيه بالقصيري وهكذا السمر العمل العمل حيث أنني يعني محجب أن أكون أستاذ أنا حق الحلم كم المدة قدتها بالقصير بالقصيري بالقصير مصر سنة مصر سنة طويلة يعني كنت أتمنى أن أعود إلى مدينة العرائش كنت أتمنى أن أعود إلى مدينة العرائش ولكن بعد 12 سنة قضيتها في مشرب القصيري يوم أخبرت بأنني انتقلت أنا أبكي وتلاميذتي يبكون وبعض من أصدقائي يكون أيضا يعني وكأنني ألقيته بزهرة الشباب في تلك المدينة التي تستحق مدينة بسل قصيري تستحق أن نضحي من أجلها وأن نضحي من أجل المتعلمين هناك صراحة وهذا الرابط الروحي هو اللي في تعليم تعليم الغالب دائما الفلوس لا تكون في المرتبة الأولى المرتبة الأولى هم أولئك التلاميذ المتعلمين اللي ينهانوا منك اللي يأخذوا منك خير طمعك وحد العلاقة إنسانية نبيلة في رحلة الحياة وما زالت هذه الرحلة مستمرة راحة الساعة نعم محمد الرفقة ديال الجامعة وأهم الطالبة اللي كانوا معك عريشيين اللي اختوا مناصب مهمة وكانوا كانوا معك في الفوج ديال نعم تتذكر منشي أسماء منه أتذكر أتذكر بعض الأسماء ماشي في الكلية في الثانوي في المجال آه مجال الأدم مجال الأدم لأن في كلية في الكلية خسلط الحابل وبالنابل وأصدقاء الذين كانوا يتحفون ويتطوقون حولي في الثانوي كل واحد نعمل الاجتماعيات دعمل الفلسفة دعمل فرنسية دعمل كذا ولكن أنا حاولت أن أكون علاقات جميلة مع التطوانيين والتطوانيات يعني مدينة تطوان حمام البيضاء رائعة يعني قضيت فيها أربع سنوات في الإجازة داخل فيها سنة تكوين ورجعت بعد ذلك بعد 25 سنة سعب الآلي رجعت بعد 25 سنة العمل سنعود للكلي ونسجر في المستر ونعمل المستر وبعد سنتين سنحصل على المستر ونعمل الدكتورة اللي هي يعني منا وحد بضعة أشهر إن شاء الله سوف أناقشها وهنا فالوقفة هذه لا بد أن أشكر وحد مجموعة الإخوان والزميل والأصدقاء والأصدقاء لكل أسهم بشكل ما لأنني حينما كنت طفلا صغيرا كانت المبادرة مني أنا لما كبرت وكأن كما قلت قبل قليل عيت وأصبح أصدقائهم الذين يساعدونني وبالمناسبة أنا محدود أنا محدود يعني لا شيء قضية مرزاق مرزاق لا قضية مرزاق ومحدود محدود فايش محدود مرزاق أنت اسم على مسم مرزاق الله يطولي عمرك الله يكبر الله يطولي عمرك مرزاق محدود لأن أولا أعود بالله وقلت أنا الذي قيل فيه شعر من أصدقائي قال فيه صديق عبد السلام السلطاني قصائد كثيرة شعرا وزجلا قال فيه مصطفى هذا اسم عالم على رأسه نار في مدينة العرائش وفي الجهة كاملة صح مصطفى مصطفى نظم فيه قصيدة السندي محمد شنوف وهو يسكن بمدينة مكناس شعر كبير قيمة كبيرة نظم فيه قصيدة هذا ليس الأمر السهل كذلك إذا 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 اسمح الوقت ربما أنتم سرون أنني افتح واحد التي لن أعصف عليها ولكن هذه الآلة هي أيضا هدية عيد ميلادي من أحد الأصدقاء الغيرين العرائشيين اللي هو نورس محمد رشيد من مدينة إنجلترا بمناسبة عيد ميلادي إذن بالنسبة أي أنا رأى نفسي محظوظا من طرف الأصدقاء إذن هذه مجرد توطيئة علي لأن رجعنا لم أصدر لأن كنت من الصف الأول في الأستيضة حتى أخرج في الصف الأول مع الأستيضة يعني أزيد العربية ستقول العربية ستذكر الإسم معهم لأن التعليم يعجبوني لأن الأذاب يعجبوني أنا أنا التعليم يعجبني حاجة دمي فعادني دكتور صديقي سيد سليمان طالي سيد سليمان طالي هذا دكتور عنده واحد كتاب رائع بلغت نادرة هذا من الكتب نادرة كذلك ونفيسة جدا هل يجب أن تتمين براستك من السودية وإلى آخر فذهبت إلى الكلية ولتقيت هنا غلتقي بوحد الرجل بوحد الإسم يعني يقام له ويقعد في العالم العربي اللي هو السم محمد مشبال اللي هو نال جائزة الشيخ زي ونال الكطارة ومؤخرا نال جائزة الملك فيصل هو الأستاذ ديالي وهو الصديق ديالي يعني لقائي بهذه الشخصية يعني مهدت للكثير ويسرت للكثير وفتحت أمامي فاق الكتابة بشكلها الموسع كيف ذلك هو أني كنت أكتب القصة أكتب الشعر أكتب ولكن ذقائي مع سمو حمد مشبال بدأت أكتب النقد بدأت أميل إلى النقد وأكتب من خلال قراءات لسيم محمد مشبال كيف يكتب كيف يتأنو كيف يرسم الكتابة ويرسم الصورة ويناقش ويحلل ويشرح وإلى آخره إذن هذه مرحلة في الكلية ما بعد الإجازة الإجازة والمستير والآن في الدكتورة يعني أنني لحد ساعة أتمنى أن قد أجبت عن السؤال لحد ساعة ما زيت طالبا في الكلية يعني حتى شاب شعري ولكن لماذا زيت طالبا وأحلم أن أظل طالبا حتى أود هذه الحياة نعم نعم سيم محمد مرزق رغم شغالاته ورغم الامتهان الظن والإبداء والآدب والشاء ومشاغل أخرى إلا أنه ما زال هناك استمرارية وعدم أرقل في مسئلة تعلمية حتى الدكتورة هل يؤتى بذلك يمكن اعتباره بأن مساره التعلمي مرتبط بمساره الفني لهذا قد ساعده في هذه الاستمرارية أم يمكن وصفه بالليادة هي مصفة الليادة للإنسان أن يوافق بين كلا الطرفين نعم لأن بالنسبة الجانب الفني أنا دارس للموسيقى في المعهد وطني الموسيقى سبع سنوات سألت ساكسو يعني أولا الموسيقى بالنسبة إلي الموسيقى وبالنسبة إلي تكويل أدابي ولسيام الشعري والشعر أهم ما في الشعري وموسيقى إذن بالنسبة إلي في هذا الشخص الضعيف العبدالله الضعيف جمع ما اختلف في الذين يدرسون الموسيقى ولا يدرسون الشعر والذين يدرسون الشعر ولا يدرسون الموسيقى ولذلك كنت ناجحا في إعطاء دروس في الإقاء الشعري والبنية الشعورية وإلى آخرية العرض الشعري خاصة أن نكون ناجحا لأنك كان نأخذ الآلة والموسيقى والكلارينات على نحن نقذه من القسم وكان أعطيهم الإقاء لتفعيلات بالموسيقى لست غالتك لأنه يؤخذ الآلة الموسيقية يعرف على أنه يسمع على الموسيقى إذا كنت تسمع الموسيقى كنت تقول له ها الموسيقى اللي عزفناها ها اللي بيت شعرها هو هذا بالموسيقى قلت أن الجانب الأدبي والجانب الفني كلاهما التحامة بالنسبة إلي أنا لا أفرق ما بين دراسة الموسيقية ودراسة الأدبية غير بالمناسبة وأنا أتحدث يعني عطفاً عما قلته قبل قليل على الأصدقاء ديالي في مدينة عرائش قلت أنني محظوظ عندي أصدقاء كثر في مدينة العرائش وفي غيرها ولكن نحن الآن في مدينة العرائش نتحدث عن مدينة العرائش شو عراء؟ مدينة العرائش هي مدينة الشعر ولربما الإصرارات التي تصدرها كل سنة رغم كوفيد ورغم 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 نعرف على أن مدينة العرائش هي مدينة الشعر عدنا سدي محمد من قطر الوهراني وعدنا سدي ديس علج وعدنا سدي محمد عابد وعدنا للزهرة وعدنا فاطمة مراء الدكتورة فاطمة مرغيش وحدة مصطفى الجديعة والأسماء كثيرة 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 جدا سمحوا لي لما قلتهم مش كاملين هؤلاء الشعارة وهؤلاء الأودابة وهؤلاء النقعد سيدة مصطفى العطار سيدة عبدالله غريبس هاد سيدة عبدالله غريبس هادة عالم على رأسه نار سيدة مصطفى يعني مجموعة لها رأيشية مدينة صغيرة ولكنها تنضح بالأدب والنقد والآخر وبطبع الحلم يمكننا شيء نساوك سي عازيز قنجع هادة واحد الرقم جميل ولديد في المشهد الثقافي العرائشي وأنا جد مسرور أنني أنسمي إله هذه الكوكبة الجميلة نعم سيدة محمد أن فترة استراحة ما بين محوار ومحوار بدت تقلنا شي قصيدة جابة لطلب أستاذ سيدة عبدالعالي الهمداني سأتلو قصيدة عنوانها سيرة الماء هذا وجه عار هذا وجه عار كرداء الجبال في ليالي الشتاء ينثر رذاذه على الوعول وتلك الدبابة المتخفية خلف ظل الحياة تعدل أوتار غوايته على حافة وادي لكوس تربض قطعان طفولتي على حافة وادي لكوس تربض قطعان طفولتي كلوحة رسام فقد ألوانه فتسرب الماء من شقوق أنامله ليرسم حكاية وجه العار كل حبات الماء ستتذكرني عند المنعطف الأخير في حضن أم الضياء لتكتب سيرة جريح فقد معطف أبيه فتاه بين زحام السقيع سركت معطفه خلف الباب ثم هرولت إلى ساحة المدينة عاريا كل الملابس قناع ووجهي أمس شاحبا ها أنا ذا أمام الشمس سرت شفافا كماء الجدول الفصول تنسج رداء ليلي بخيوط العنكبوت تحررت اليوم من ماركة زارة وعطع قوبوس وهذه الانبعاجات في رأسي بقايا أقنعة السنين شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر